السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة لتكملة معاينات معالجات انت الجديدة اللي هنا الكور ألترا يلي لحد معين انت صرتوا مكونين فكرة عن الأداة اليوم هنعين نحن معالج الكور ألترا 7 تحديدا 265 كي يلي بي اختصار مفيد هو عبارة عن شوية أداء أعلى بإنتاج المحتوى وقوة الأنوية استهلاك طاقة أقل وحرارة يعني لحد معين كمان منطقية جدا مقارنة مع 3-4 أجيال اللي كانوا لورا من جير العاشر مثلا 11 لحد هلأ أداء سيء جدا بالألعاب وصراحة ما بقدر ليس لك النتيجة أكتر من هك وعطيك وصف أفضل أنه هو الأداء فعلا سيء بالألعاب وانتبه انت فيك تقول أنه مش بس بالألعاب سيء هو بشكل عام المعالج أو الإطلاق اللي ياتوا على بعضه السيء لأنه مش بس موضوع استهلاك الطاقة والحرارة أنه والله شفني هون كويسين معناتها هيدا الشيء كويس أنه حتى كمان القفز بإنشاء المحتوى كان فيه بس ما كانت بالمستوى المطلوب ولحد معين قدرت أنا أعرف شو هي اللي عمل يصير فيه لهذه المعالجات شو المشاكل هلأ بخبرك عنه بسياء الفيديو بس قبل ما بدنا ننسى أنه نحن ندع لأخواننا بالنصر القريب والله يرحم شو هدئ واللوحة اللي اختبرت عليها هيدا المعالج اللي هي تحديدا من اسوس استريكس الزادت من 190 جيمينج واي فاي مشكورين اسوس لأنه نأمنوا لي تقريبا كل اللوحات وكل المعالجات لهيدا الإطلاق وبرجع أنا بحكي عن تفاصيل اللوحة بفيديوهات التجميعا دعونا نحن نركز على المعالج لأنه فعليا في كتير ناس باتت بالحيات مورا هيدا الإطلاق أو مورا هيدا المعالجات وتقريبا انت فيك تقول انه هيدا أسوأ إطلاق وأسوأ جيل وبعد انت هلأ ستشوف معينة اليوم الكور ألترا 7 معينة بكرة أو بعد بكرة الكور ألترا 5 ستكون أسوأ بعد من الكور ألترا 9 أول شيء من ناحية استهلاك الطاقة معالج الكور ألترا 7 كان لحد معين ممتاز مقارنة بالأجيار الماضية أقصى صحب طاقة وصلت له كان بحدود 179 واط وحرارة المعالج كانت بين 68 و 77 درجة انخفاض ملحوظ وأفضل كمان بكتير من الأجيار الماضية يعني الـ 14700K كان عمال يسحب 253 واط وحرارته كانت فوق التسعين درجة حتى كمان فوق التسعين درجة على نفس المبرد يلي هو مبرد 360 ملي وسرعات أنوية الأداء وصلت للـ 5.2 جاجاهرتز وأنوية الكافائر الـ 4.6 ومن المفترض أنه ترتفع سرعة الأنوية باختبار النواية الوحدة التي توصل تقريباً إلى 5.4 أو 5.5 عندي صراحةً ما قدر توصل له لهذا الرقم نهائياً أقصى شيئاً 5.2 وهذا فيك أنت تعتبره أول سبب يلي مؤثر على الأداء تحديداً بالألعاب بشكل فيك أنت تقول عنه مباشر والسبب الثاني وعلى حسب الاختبارات اللي أنا عملت أو نتائج الاختبارات اللي طلعت معي فينا نعتبره من الويندوز لأنه ببعض الاختبارات يا جماعة مثل مثلاً اختبار بلندر تحديداً كان عمل يصير في شيء اسمه هو الكور بارك يعني المعالج عمل يركن قسم من الأنوية ويشتغل على قسم معين يعني أنوية الأداء التي هي الأنوية القوية ما كانت عملت تعمل نهائياً بهذا الاختبار وهذا الشي تكرر كمان من دون أي سبب وبشكل عشوائي باختبار بلندر يعني مرة أنا عمل الاختبار تشتغل الأنوية كل ياتا ويكون وضع جداً ممتاز وتعطيني أرقام عالية وبمرة ثانية كمان أرجع عيد الاختبار ألاقي أنوية الأداء مش أنوية الكفاءة أنوية الأداء واقفة يعني باختبار يكون الأداء مئة وسبعة عشر نقطة ومرة ثانية كمان يرشع يوصل الاختبار للميتان وثلاثة عشر نقطة يعني ضعف الأداء على الضبط لما يكون شغالين بي كورز يعطينا مئة وثلاثة عشر لما يكونوا واقفين يعطينا مئة وسبعة عشر وإذا نأخذ الرقم الأعلى يلي هو الرقم المنطقي أنو نحن نستخدم مرأة المقارنة مع معالج الـ 14700K ونجد كمان كتير قريب منه وفيك تقول عن نفس الأداء بين الكور ألترا 7 والـ 14700K وباختبار السينيبانش R24 أعطني ألف وسبعة نقطة باختبار الملتي كور أعلى من الـ 14700KB واحد بالمئة باز وأعلى من الـ 9700K وأعلى من الـ 7700X وأما باختبار قوة النواة الوحدة كان الفرق تقريباً حوالي 6 بالمئة بعد ومنها القفز الرهيبة أي نعم أنه 6 بالمئة رقم كويس من نحن نجده من جيل للتاني بس منها الرقم يعني اللي كتير كبير أنو نقول هذا جيل جديد هذه معمارية جديدة 30 نانوميتر لا ما في من هذا الحديث كله لأنه ببرنامج الـ V-Rail أداء كان كثير متقارب من أداء الـ 14700KB هلأ أي نعم أنه فيه تفوق على معالجات رايزن إذا كانت 9700KB أو 7700XB لكن يبقى الـ 14700KB بالصدارة وباختبار الـ CPU Profile فيه قفز بالنتيجة العامية التي كانت تقريباً حوالي 14% عن معالج الـ 14700KB وحتى كمان فيه قفز بأداء إذا كانت جميع الأنوية أو بأداء النواة الوحدة وعلى فكرة الاختبارات كانت فعلياً كل مرة شكل كل معايد الاختبار يطلع معي نتيجة مختلفة عن الثانية تماماً لهذا السبب عمال يقول لك أنه المشكلة ممكن تكون أو من الـ Windows يعني عمال يصير فيه دفدب بالأداء بشكل مش طبيعي هلأ ما بظن أنه أبداية الـ Windows سيأتي يرفع من الأداء أي نعم أنه سيحسن من عملية الاستقرار أنك أنت تصير تأخذ نتيجة واحدة بس ما سيأتي يرفع لك الأداء يعمل لك إيه ولا السنة والله معالج أقوى من الـ 14700KB أو أقوى من معالجات تانية أو يجعله يصير متساوي مع الجيل الجديد لا ممكن تحديثات الـ Windows تجعله يصير مستقر يعني تعيد الاختبار تطلع لك نفس النتيجة بسبب إختبار عند يصير مثل إختبار عند الشباب باقيين التقنيين إذا كانوا عرب أجانب بس لما كان عندي أنا نفس الإختبار على نفس المواصفات على نفس اللوحة على نفس كل شيء، عمالي ودي وقاملوا أول مرة بيطلع معي رقم بعامل تاني بعملوا ثالث مرة بيطلع معي رقم تالي، ففعلا الأرقام كانت مختلفة تماما من أختبارا لتاني وإذا كان أن تم تحديث التحديق من الأداء، للا أعداء شغير ما دعوا هذا الشيء ما بنهاية الموضوع خفضوا من الأسعار لحتل بس شوية صغير يعني يعطوه التصبير على اللي بديو يشتريوا لهدر المعالجات المهم للروح اللي على اختبارات الألعاب طبعاً اختبارات كلها يتمثل عادة على دقة الالف وثمانين إعدادات غالبها هتكون بين الهي ستنجز والألترا ستنجز بس بالأغلب على الهي ستنجز كل التقنيات مقفلة ما مشغل لدي الاس اس ولا تقنية الارتي اكس بلعبة البلاك ميث ووكونج الالترا سفن كان أقوى من الالترا ناين وحتى كمان أقوى من معالجة 13900 كي والارباة عشر 1700 كي وكل معالجات رايزن جديدة والقديمة يعني بهذا الاختبار كان الأداء ما انت بتشوفه جبار أنا هيدا والأداء كاملولي عليه أنا ما بدي أكتر من هك يا جميع أنا لهون مبسوط طبعاً انت لهون اخدت أمل بس لا هذا الأمل عند خالتي مش هون هيدا الأمل لأنه نتائج باقي اختبارات الأعاب كليتها ما بتفتح النفس نهائياً مثلاً باللعبة الرينبو سيكس عندك الالترا سفن قدم 459 فريم والفرق كان 25% أداء أضعف عن الـ 14700 كي تقريباً كمان أضعف من كل معالجات رايزن وهذا الاختبار تحديداً يا جماعة عدته حرفياً أكتر من 20 مرة على الالترا 5 وعلى الالترا سفن لأنه الأرقام مخيفة في شيء غلط ياخي عدته على غيرت الأعدادات وعلى نفس الأعدادات وسكرت اللعب رجلات فتحتها حدهت البيو سمعنا أنا محدثوا أساساً قبل ما أبدأ من الاختبارات وغيرت الرامات وعملت كثير أمور فتحت استهلك الطاقة وسكرتهم كل اللياتهم عطيونة أرقام مختلفة عن الثانية ولكن كل اللياتهم أقل من معالج الـ 14700 كي وأقل من أي معالج تاني أنت عملت تشوفه وباللعبة البوردر لاندي 3 كمان كان الأداء أضعف من الـ 14700 كي تقريباً بـ 21% عم تحكي أنت على رقم 21% رقم بقوف هذا الرقم المطلوب أنه يكون قفزة جيل لجيل للأعلى وليس للأقل ومشكلة الألعاب فيها بصراحة هذا الرقم من الفروقات مثل مثلاً لعبة الـ Call of Duty الفرق كان تقريباً 10 فريمات عن الـ 14700 كي وتقريباً كان فيه تفوق على معالجات رايزن أي نعم أنه هي بنسبة قليلة ولكن كان فيه تفوق يعني نحن نخطب عن الاعتبار وباللعبة السايبر بنك الفرق بين معالج الكور ألترا 7 265 كي والـ i7 14700 كي حوالي 9% أي نعم أنه هو أداء أقال ولكن كان الأداء متقارب من معالجات الـ 7700 أكس والـ 9700 أكس باللعبة الـ Red Dead Redemption تقريباً نفس الأداء بين الكور ألترا 7 والـ 14700 كي معالجات رايزن عمارة تكون أضعف منهم ولو كان بنسبة بسيطة بس لازم نحن نذكر هذا الشيء باللعبة الـ Watchdog ولعبة الـ Firecry تقريباً كانت كمان نفس النسب الكور ألترا 7 عمال يكون أقل من معالج الـ 14700 كي برقم لا بأس منه يعني من رقم قليل وبكل المقاييس معالج الـ i7 14700 كي اللي هو الجير الماضي عمال يكون متفوق بكل الألعاب والـ Ultra 7 ما أقدم أي قفزة بالعكس بمعظم الإختبارات مثل ما أنتم رأيتها عمال يكون أضعف إلا باللعبة واحدة اللي هي Black Myth Wukong يمكن يكون بعد غير ألعاب في تفوق بس بالعشر الألعاب اللي أنا اختبرتهم هذه اللعبة الوحيدة اللي فيها تفوق أنا فين أعتبره تفوق حلو وتقريباً التنافس بين معالج الكور ألترا 7 265 كي عمال يكون رأس برأس مع معالجات رايزين بعض الأحيان يطلع عنهم وبعض الأحيان يكون أقل منهم بس هذا الشيء طبيعي يعني ممكن يصير بأي اختبار لأي معالج اللي كان لك حتى كمان معالج الكور ألترا 7 مع مال يقدر ينافس معالج الـ 14600 كي يعني اللي هو معالج الـ i5 ومعظم الأحيان معالج الـ i5 14600 كي عمال يكون أقوى من معالج الـ 265 كي يعني صار في عندك هالأسباب مقنع أنك أنت تروح للبديل ممكن أنه هو ما يقدم لك أداء أعلى ممكن أداء منافس بس يعني بالأسباب كلياتها بتتكاثر بس النتيجة هتكون واحدة وانتبه لنقطة كتير مهمة صراحة أنك عمال يفكر فيها هلأ أنا وعمالي يعني خلص عمال يفنش الاختبارات كلياتها للـ 7 و 5 لأنه خلص تقريبا كل الاختبارات أنه ولو تحديث بايوس مثلا رجع الأداء أو حسن موضوع الأداء ولو كان تحديث ويندوز حسن موضوع الأداء بس أنت اللي بشكل عام فقدت الثقة جير الـ 14 مضروب في مشاكل أكسد وهذه الأمور وخاصة لمعالجات الـ 7 يعني الـ 14700K والـ 14900K معالجات المطلوب أنه يكون معمرية جديدة اسم جديد حركات يا مدير أصص نحن اشتغلنا على كل شي 3 نانومتر ولا شي هذا كل تطلع على الفاضي وينعم نسحب طاقة أقال وحرارة أقال ما بننكر نحن هيدا الشي فيه تحسينات من ناحية الطاقة والحرارة هذا الشي كان المطلوب تكون عملته من زمان هيدا معمرية جديدة يا جماعي يعني المطلوب يكون كل شي فيها أفضل بالنسبة للحرارة بس كل اللي عملته إذا كان الحرارة أو إذا كان سحب الطاقة كان عمل يكون على مصلحة الأداء ما كان في شي قفزي يعني ما يشتغلوا على شي بس بالنسبة للألعاب لو عملت أنا وخفضت من الحرارة وخفضت من سحب الطاقة يمكن أن تأخذت نفس الأداء بس بكل الأحوال وكما رحلة أولى أو أول نصيح أنا بقدر أعطيك إياها لحد هلأ لحد يعني بعدنا بالنظر الأولى من الإطلاق أنك أنت تأخذ حذرك ما تشتري لحتالي تشوف أنت شرد أنتل على الموضوع شو التحسينات اللي ممكن هي تعملها وشو النتائج اللي ممكن نحن نرجع نأخذها ممكن باختبارات نرجع نعملها مرة تانية بس أكتر تعليق وصلنا صراحة الشباب هتكون زعلانة على اللوحات الجديدة لأنه فعلا يا جماعة هدور اللوحات اللي هنزدت بـ 190 إذا كان بالنسبة للشكل جميل جدا إذا كان بالنسبة للمواصفات بالنسبة للمنافذ كل شيء فيها أنا بعتبره جدا ممتاز وحتى كمان باتفاق الشباب كلهم اللي عمالي يبعتوهوا على الخاص أو عن عمل يحطوا بالتعليقات يعني كل اللوحات صارت جيل خامس لكرة الشاشة أقل شيء منفذين للأمدى التوكة من جيل خامس كلهم يأتي بـ USB 4 Wi-Fi 7 وأغلب اللوحات منك محتاجة تستخدم فيها مفاق براغي كلها كويك ريليز وهدور الأمور حتى كمان صراحة الرامات يعني ارتفعت لأرقام حلوة صارت 8500 ميجا ترانسفير بالثانية أي نعم ما استفدنا منهم بس موجودين هدور الأرقام مراحل الطاقة كمان انت ممكن تروح تشغل عليها تلاجة مراحل طاقة خرافية مع مشتت حرارة جدا قوي صراحة حرام هيدا المواصفات على هدور اللوحات جديدة تكون على هيدا المعالجات على كل حال يا جماعة هذا كان كل شيء الفيديو اليوم بتمنى تكونوا استفدتم من المقطع بتعطينا رأيك بسندوق التعليقات تحيط طبعا مع اللايك اللذيز وتشترك بالقناة وتفعل جرس التنبيهات لانه كل هيدون المعالجات حرجة عمل فيهم تجمعات بمواصفات وتكون متقارب للمعالج يعني كرة شاشة مناسب للمعالج بتجميع يكون شكل حلو حتى تشوف انت لدأكلاته على بعضه على الدقة المناسبة بقطع تكون مناسبة لألب كيف حتكون النتيجة فكرمالهيك ما تنسى انك انت تعمل اشتراك بالقناة وبشوفكم اذا الله راد بالحلقة الجاي والسلام عليكم